الاستعدادات بتجري على قدم وساق لاستكمال مشوارنا الرائع والعلامة الكاملة اللي حصلنا عليها حتى الآن في الدوري الممتاز غدا مباراة مهمة أمام طلاقة الجيش مساء غدا الاثنين في الجولة رقم 17 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم بعد نهاية الميران اليوم أعلن الجهاز الفني بقيادة ريني فييلر قيمة الفريق اللي حتدخل معسكر من أجل المبيت والاستعداد لهذه المباراة فييلر بيعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلاقة الجيش وبتأتي قائمة الفريق لمباراة الغد ان شاء الله كالتالي في حراسة المرمة محمد الشناوي وشريف إكرامي في خط الدفاع محمود متولي أيمن أشرف ياسر إبراهيم علي معلول أحمد فتحي محمد هاني ورامي ربيعا في خط الوسط عمر السلية أليو ديانج حسين الشحات أحمد الشيخ وليد سليمان محمود عبد المنعم كهرباء جيرالدو ومحمد مجدي أفشا خط الهجوم مروان محسن جونيور أجايي واليوباجي قدامنا طبعا تدريبات الفريق مع حضراتكم على الشاشة ونحن نتكلم عن استعدادات الفريق للمباراة المهمة وطبعا التركيز على والعبء الكبير للفريق وجهازه المعاون بيضعوا على أكتافه أمام جماهير وأمام المسؤولين في النادي وأمام أعضاء النادي الأهلي مع كل فوز وكل نتيجة إيجابية جديدة لأن هذا بيجعلنا عندنا بنتمتع بثقة أكبر وأكتر بكتير في فريقنا وقدرته على موصلة الانتصارات وحصد نقاط الدوري بأرخام قياسية بنفس الشكل إن شاء الله في الفترة القادمة